ونواصل فقراتنا ودلوقتي فقرة المشاكل اخترنا مشكلة جات لنا على صفحة الفيسبوك المشكلة ان طفل وقع في بلاعة في منطقة دار السلام في مدينة السلام في مدينة السلام ومن فترة طويلة والنهاردة معانا والد الطفل هيحكي لنا ايه اللي حصل بالزبط اهلا بحضرتك اهلا بحضرتك اولا بقال الله قول لي حضرتك بقى ايه اللي حصل بقى اللي حصل ان انا كنت في شغلة ولاقيت واحد جار اتصل بقى قال تعالى ابنك تعبان شوية تعبان بس تعبان اه شوية ماما رحت لقيت الدنيا مقلوبة هناك لقيت الاسم والناس مقلوبين هناك فيه ايه قالوا ليه ابنك وقع في البلاء دي وقع في البلاء ابن حضرتك عنده كم سنة عنده 11 سنة لشهرين 11 اوه السور اهي 11 سنة الا شهرين اهي 11 سنة تمام ماشي وبعدين المهمة عندنا فيه ايه قالوا لي ده ابنك وقع في البلاء انا عادت ما اتحركتش من وكاني فطبعا البلاء كانت مفتوحة وهو ماشي عادي مفتوحة الطريق شغالين فيه وكان صبح ولا بالليل ولا بالليل كان حوالي ساعة سبتة ونص اخر النهار سبتة ونص اه البلاء دي كان مكانها فين؟ كان في الشارع الجديد عندنا في مدينة السلام في مدينة السلام في الشارع الجديد كان رايح هو وزميله يجيب كراريس وحاجات لان كان المدارس بعدها بتلاتيان لتراسة يعني اه كان بعدها بتلاتيان ويع ويع في البلاء ما شفهاش ويع اه فالبلاءة لزق جنب الرصيف على طول اه وحوالي بتاع عشر بلاءات او الطريق كله البلاءات مفيش جوتيان كان البلاءات مفتوحة حالس حتى المأمور والاسم والناس كلها جات وعرفوا ان البلاءات مصورين اه وكل النيابة جاه عين اه عين الموضوع اه وشاف وحتى سأل المأمور قالوا لا البلاءات دي كانت مفتوحة طيب تمام ايه اللي حصل بعد دي كده ايه الخطوة اللي حصل قعدنا بقى طول الليل ندور عليه اه بتاع الانقاذ مجوش الا بعد ثلاث ساعات اه وجوهم ما عملوش حاجة اه بتبقى لحضرتك اه لا نموش اصلي ثلاث ساعات دي فترة طويلة اول ثلاث ساعات اه فقعدنا قالوا احنا ينزل يقولك احنا مش لقين حاجة مش لقين قلنتنا ندور عليه من الساعة ستة ونص لغاية ملقناها تاني يوم اه الساعة ثلاثة ونص العصر تاني يوم يعني من ستة ونص المغرب اه لغاية الساعة ثلاثة ونص تاني يوم تاني يوم لانها بعد بعد مننا بحوالي مثلا بتاع اتنين كيلو في المحطة اه تبقى لحضرتك اه طبعا ولا حد جا كلمني وبعدين بعدها فجأت اني لقيت رئيس الحي اتصل بيا وانا بدفن ابني اه اه فبيقول لي اه انا عارف انت اسمك ايه اسمك اسامة اه وشغال صروجي اه وفاتح وارشة في عين شمس اه فانا بقول له بقول له انت بتا انت بتعمل عليها تحريات ولا بتعزيني اه فقال لا انا عارف عنك حاجة انا عارف عنك كل حاجة ما ويمكن بيكلم حضرتك على اساس اللي هو يجيب لك حقك يعني اه يساعدك طيب ما انا اقول له حضرتك هو هو قال لي ايه احنا ممكن نساعدك ونجيب لك كشك اه فبعدها ما انا قلت له طيب عماتا شكرا الله وسعيك تاني يوم راح عمل محضر اهمال للمدام يبقى هو هيساعدني ازاي اهمال للمدام للمدام ليه عمل محضر اهمال يعني هو اللي بيشايلها المشاكل كلها محضر اهمال للمدام اه المهم روحت الوكيل النيابة خد اقوالي اه وقال لي بتتهم مين اللي هو كان جامل معاينة بتتهم مين قلت له انا بتتهم الحي والصرف الصحي والشركة المنفذة اه افوجق بعدها لقيت اله بس قال لقيت المحضر النيابة حفظته اه قال لك يتفتح المحضر تاني تمام ويتعاد تحقيق تمام وانا مش عارف اخد حق او انا عشان غلبان يعني لأ طبعا لأ بص حضرتك احنا دولة قانون وكل واحد بياخد حق او وانا دلوقتي هو التهديد بس انا عايز اعرف في نقطة حضرتك اتكلمت فيها دلوقتي قلت اللي حضرتك رئيس الحي راح عمل محضر عمل محضر للمدام اهمال اهمال بايه يعني معلش يعني احنا اولادنا بتنزل الشارع وبتمشي احنا مفروض البلد امن وامان وبراحتنا وولادنا بتنزل زي ما هي عايزها يعني يعني انا امنع ابني اللي هو يمشي على الرصيف علشان البلعة مفتوحة مش عارف لا طبعا وافوجة ان الساعة اربعة الفجر واحنا بندور ألاقي عربية من الحي جاي اضغطي البلعات الساعة اربعة الفجر طب يعني الغطيان دي ما هي موجودة بعد ما خلاص الولد ساعة واحنا بندور هو لازم تحصل مصيبة يعني علشان احنا نجري الساعة اربعة الفجر انا مش يعرف اعمل ايه انا مش عارف اعمل ايه انا عايز ابني بس ودي حضرتك السور الولد الله يرحمهم وحضرتك كنت جايب لي انا جايب معاي المحضر اه الآraine ومعاية تقرير السحة دي كنت أنا بعد الغرفات للنائب العام ووزير الداخلية ورئيس الوزراء والركابة الإدارية محدش رد علي قال للنائب العام يعني النائب العام اللي رد علي وجالي واحد يعني أنا عايزة أقول كلمة معلش أول إحنا لازم نوصل لسيادة النائب العام علشان حد يجيب لنا حقنا فين بقى السلطات من تحت الغاية سيادة نائب العام هو النائب العام فاضي لكل مشكلة لازم هو اللي يتخذ القرار الناس التانية فين الموضوع ده من شهر كان من شهر تسعة من شهر تسعة من شهر تسعة 18-9 18-9 وأنا خافة أن الموضوع يضيح يعني حضرتك قدرت توصل للنائب العام فيه ناس كتيرة ما تقدرش توصل لا إحنا وصلنا الحمد لله وبعدين التقرير بتاع الصحة برضو موجود محضر الإهمال للزوجة اتعامل بناء على إيه اتعامل إن الإهمال منها هي إهمال منها ليه منها هي إن نزلت لو دلوقتي أنا ممكن أي واحد يروح يعمل محضر لأي حد في الاسم بإهمال أي حاجة يعني بلاعة مفتوحة أنا ممكن أعافيها أربع بلاعات بعرض الشارع أربع بلاعات أنا ممكن شخصين أعافيها يروح يعمل محضر إهمال بقى لمن؟ الوالد الله يرحمه مش عارب بقى أنا يعني أعمل إيه؟ أنا رئيس الحي علشان ليه وجيش من نزلش بقى أولادنا في الشارع خالص؟ أنا مش عارب ولا أمسكه؟ أنا مش عارب نعمل إيه؟ هو كده الواحد الآن وخايف إن القضيات بص تاني يعني خايف إن القضيات بص تاني فمش عارفين نعمل إيه؟ أنا نفسي أطالب رئيس الجمهورية الرئيس يعني هو بيحب الأطفال فيجيب لي حقي أنا ما بطلبش على حاجة أنا يجيب لي حقي وأنا بشكر النائب العام إنه برضو فتح القضية تاني يعني ربنا يبارك نعمل إيه؟ لا بس ده يعني إهمال واضح ده إهمال واضح يعني ده مفهوش كلام مفهوش محاضر تتعامل لإهمال الزوجة هو قالك بقى السبب الزوجة أنا وكيلي النيابة هو قال لي ده عامل محضر إهمال للمدام ده رد فعلي يعني عشان حضرتك اتكلمت؟ علشان أنا قلت له أنت إما جي كلمني وقال لي إحنا نقعد وأنا عارف عنك كل حاجة وبتاع فحسيت إن هي بتهديد لا ممكن بص حضرتك ممكن النقطة دي اللي هو ممكن ما يتخذهاش بتهديد ممكن اللي هو عايز يقعد مع حضرتك طب هو ما جليش ليه حضرتك يشوف بس يعني إيه ناخد كده واحدة واحدة ممكن هو جيل حضرتك يشوف طلبتك إيه هو مجايش حضرتك يريحك إيه بس حتة إنه هو يعمل محضر لإهمال الزوجة لا ده موضوع تاني بقى يعني ده فعلا يعني غريب آه كل أم طبعا مسؤولة عن ولدها تمام أما مسؤولة عن ولدها في إيه يعني دي بلاعة مفتوحة في الشارع الكبير والصغير ممكن يقع فيه ده البلاعة عمقها خمستاشر متر خمستاشر متر يعني خمستاشر متر يعني فرقة إيه إنقاذ اللي هتنقذه يعني أنا نائب المحافظ جالي جالي وعزياني مشكورا وقال لي أنا جاي بصفة شخصية وأنا جاي عزيك ولو عزت أي حاجة أنا تحت أمرك قلت له اللي أنا عايزه إن أنا عايز حق ابنك تمام بس إحنا دلوقتي حضرتك هتناشد مين علشان حقك أنا بناشد كل المسؤولين بناشد رئيس الجمهورية إنه يجيب لي حقك وبناشد النائب العام إنه يقف جنبي ويجيب لي حقك طيب إحنا بناشد سيادة النائب العام بما إن سيادة النائب العام الوحيد اللي رد عليك الراجل ده عايز ياخد حقه حق ابنه اللي توفى ووقع في البلعة يعني إهمال مش إهمال من الأم أم إيه إهمال ناس مش شايفة شغلها بضمير فارد حضرتك وإحنا عارفين طبعا اللي حضرتك طالما وفقت على حاجة زي كده طبعا كل واحد هياخد حقه وإحنا معاك لغاية ما تاخد حقك إن شاء الله الله يبارك لك وأنا نفس إن أنتو توقفوا معايا لغاية ما يبحق إن شاء الله إن شاء الله إحنا معاك لغاية ما تاخد حقك ونعرف مين اللي مقصر في الموضوع ده الله يبارك لك